طيب نرجع تاني لمباراة البرتغال وسويسرا ونروح لأرقام من هذه المواجهة الكبيرة اللي انتهت بفوز البرتغال بسوداسية مقابل هدف واحد لأول مرة منذ 31 مباراة وتحديدا عام 2008 أمام السويسرا في كأس الأمم الأوروبية رونالدو لا يبدأ فيه التشكيل الأساسية للبرتغال ببطولة كبرى برونالدو فرنانز ساهم في خمسة أهداف خلال ثلاث مباريات في كأس العالم الحالي هو أفضل معدل مساهمات في تاريخ مشاركات البرتغال بالمونديال بيبي مدافع البرتغال أصبح أقصر لاعب يسجل في تاريخ مباريات خروج المغلوب بكأس العالم بعمر 39 عاما و233 يوما والبرتغال سجلت 12 هدفا خلال النسخة الحالية من المونديال وهو أكبر عدد أهداف تسجله في نسخة كأس عالم واحدة من 1966 وجون كولو راموس هو ثاني لاعب في تاريخ البرتغال يسجل هاتريك بمباراة وحدة خلال مباراة خروج المغلوب بعد إيزيبيو على سجل أربع أهداف أمام كوريا الجنوبية في 66 وأول لاعب في المونديال يسجل هاتريك في الأدوار الإقصائية منذ كلوزة في 2002 كما أصبح ثاني أصغر لاعب في تاريخ كأس العالم يسجل هاتريك بعمر 21 عاما و169 يوما بعد بلايه في عام 1958 بعمر 17 عاما و244 يوما راموس أرقامه في المباراة رجل مباراة البرتغال وسويسا لاعب 74 ديه أسجل ثلاث أهداف وصنع هدف واحد وسادة 6 كرات وصنع فرستين للتسجيل أرقام مدهشة جدا ترجمة نانسي قنقر